بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم وبسمة أمل جديدة موسم جديد وحلقات جديدة وتفضل بسمة أمل عيشة معانا سنين و سنين حلقة النهاردة أنا متأثر كنت جدا جدا بالآيات اللي بتتكلم عن علاقة تقوى ربنا بالرزق وكل ما مشي في القرآن ألاقيها قدامي وما يتق الله يجعل لهم أخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب تتق الله يرزقك تتق الله يعطيك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم اضرارة ويمددكم بأموال وبنين علاقة الاستغفار بيمددكم بأموال وبنين الحكاية دي كانت مالية حياتي بس إن أنا شوفها بعناية بتحصل قدامي في لحظات كانت بالنسبالي حاجة عجيبة أنا راكب عربيتي وكان عندي درس في التجمع فأنا ساكن في الشيخ زايد فراح من الشيخ زايد للتجمع فأنا بأسن الطريق شوية عمل مكالمات وشوية ورد الذكر بتاعي فكان ورد الذكر بتاعي لاستغفار فأنا عملا أقول أستغفر الله استغفر الله استغفر الله ويبدو يا جماعة أن الاستغفار بيعمل في عقلك سكان يعني بيعمل جرد كده فين الغلطات في حياتي وإنت مش باخد بالك في عقلك البطن طول ما أنت بتقول استغفر الله ففجأة وأنا بقول استغفر الله والله زي ما بحكي لكم كده نطف دماري أنا فيه في حسابي في البنك فلوس مش بتاعتي كان أحمد من غير ما أقول بقيت الاسم حولها لي والفلوس دي دخلت وأنا ما كلمتش فيها ونسيت أتكلم فيها الفلوس دي مش بتاعتي فكده في لحظات يا نهر ربي ده أنا ده أنا في وضع مالي فيه مشكلة كبيرة وأنا لو الفلوس دي طلعت أنا هيبقى عندي مشكلة وبعدين لقيت نفسي مزيك السرحة وبقول استغفر الله يا نهر ربي اتقوى الله طب ما نستنى البكرة طب وفرد نصحتش البكرة الفلوس دي لازم ترجح حالا أيها بس انت مزنوك هتوجع جدا انك ترجحها حالا لازم ترجح حالا لأن مالانا بقول ايه مالفين التقوى وفجأة متنطل قدامي وكايني شريفة كده قدامي ومعني يتقل لا ويرزقه من حيث لا يحتسب قمت رفع التليفون وقفت الوجد الدك رسبت السبحة وقلت لا فيه حاجة أهم لازم تتعامل دلوقتي حالا وقمت طالب أحمد وقمت أقول له أحمد أنا فيه في حسابي مبلغ كذا 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 الفلوس دي مش بتاعتي الفلوس دي بتاعتك فهو مبسط جدا وقال لي يا سلام أنا متشكر جدا أنا كنت ناسي الموضا ده قلت له لا مش متشكر جدا ده حقك بس ممكن يطلب منك طلب ممكن أحولها لك الإسبوع الجاي بدل الإسبوع ده لأن أنا مزنوك جدا 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 قال لي طبعا قلت له بس أنا كده قدام ربنا ولو خصل لي حاجة تاخدهم من مراتي أولادي قال لي يا دكتور المدد قلت له لا خلاص اتفقنا قال لي اتفقنا وأنا بكلم أحمد الموبايل بتاعي عليه ويتنج ففيه خط تاني بيتصل بي فأنا إيه سامع الرنة وأنا بكلم أحمد وبكلم فإيه وبعدين قمت باصص فلاقيت عبدالعزيز عبدالعزيز ده بيكلمني من بلد تانية فإيه يا ده ما كلمنيش بقى له سنة يا عمي مش وقت وخلينا خلص المكلمة مع أحمد خلصت المكلمة مع أحمد وحطيت تليفون وبعدين قمت قال لنفسي إيه طب وعبدالعزيز اللي كلمني طب ما تخلينا يكلم عبدالعزيز والله يا جماعة زي ما بحكي لكم قالوا أيها عبدالعزيز فينك يا عمي بقى لي سنين ما سمعت الصوتك قال لي يا دكتور في مبلغ بقى له سنة ليك عندي في الحساب والله يا جماعة عايز أحوله لك فقل لي إمتى أحوله لك لقيت نفسي بقول لا إله إلا الله رضيته بالله ربه عبدالعزيز يقول لي لي يا دكتور وقل له رضيته بالله ربه يقول لي فيه يا دكتور أضحك وقل له رضيته بالله ربه فقال لي فيه يا دكتور وقل له هتحوله إمتى عبدالعزيز قال لي ممكن أحوله قاله أول الإسبوع الجاي قلت يا ريتني قلت لا أحمد هحوله لك فورا عشان الفلوس تخش لي فورا طلعت الفلوس من حسابي دخلت الفلوس حسابي نفس المبلغ بس اتقه الله ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب دي آية قرآنية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مضرارة ويمددكم بأموال دي آية قرآنية لكن لما تشوفها قدامك بتتحرك في الحقيقة تقول لا إله إلا الله صدق الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث اتق الله يوسع لك رزقك دي كانت بسمة أمل النهاردة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله